أبان المجتمع السعودي معدنه الأصير خلال جائحة كورونا وذلك بأعماله التطوعية الإنسانية والخيرية التي رسمت ملامح مستقبل المشرق لمسار التطوع في المملكة ولكن كيف يمكن لنا أن نرفع من فاعلية العمل التطوعي والإنساني في المجتمع السعودي بشكل مؤسسي وما هي آليات العمل التطوعي في زمن جائحة كورونا وكيف يمكن تطويره وقبل أن أرحب بضيفي أريد أن أؤكد فقط على أن العمل التطوعي واحد من العناصر الأساسية المدرجة في رؤية السعودي عشرين ثلاثين والتي تطمح الوصول إلى مليون متطوع في عشرين ثلاثين إن شاء الله ضيفي هنا في الستوديو الدكتور عبدالله البطيان وهو مؤسس فريق سفراء العطاء التطوعي دكتور هياك الله معنا في أهلا هياك الله متشرفين بلقاءك وبكل الجهود التطوعية اللي جالس ترسمها اليوم سواء محليا أو حتى دوليا كما نتابع العطاء في زمن كورونا أو التطوع تحديدا في زمن كورونا وإذا حددنا المجتمع السعودي كيف قراءتك لما قدم تطوعيا؟ أنا لو تسمح لي بس أنا أقول أنا عبدالله البطيان جيتك معي نبضا تعدتها المعاني حملت بروحي من تراب أرضي حس الخير وعطيتها من لفاني صحيح سارك تحياتنا للحسع والهلاء الله يفضل إن شاء الله التطوع بسمته يعني موروث وكذلك هو أخلاق يعني الوطن قدم لنا الكثير فلذلك نحن جزء من هذا الكثير الذي قدمه الوطن فبالتالي هو أنعكاس فحينما نتحدث عن الجائح التي مرت وعصفت به الجميع وجدنا في الحقيقة أن هناك شعور عالي جدا من المجتمع السعودي بشتى أطيافه بأن قدم نفسه وقدم أفكاره وقدم كل ما يمكن سواء من خلال التواصل مع الجهات الحكومية أو من خلال الاجتهادات الشخصية أو من خلال الأشياء المتعددة لأن يقدم خدمة مجتمعية وطنية اجتماعية في شتى المجالات ليظهر للعالم أننا قادرون أن نظهر بهذا الجانب الجميل جميل اليوم إذا أردنا أن نتحدث بصراحة وش أبرز المشكلات التي يمكن أن يواجهها المتطوع أو المتطوعين ربما لا يوجد مشكلة أكبر من مشكلة النفس الداخلية يعني علو صوت الشعور النفسي أنك أنت مسؤول الشيء الآخر يجب أن نفهم بشكل حقيقي أن نتقاسم المسؤولية مع الوطن الوطن قدم لك كل شيء لا يمكن أن يقدم الوطن شيء إلا وأنت مستعد له وكذلك لديك الاستعداد التام أن تخدم نفسك وتخدم أهلك وتخدم مجتمعك وذلك هذا الجزء الكبير أنا متمكن مثلا في شيء ما في الأحساء مثلا واستعانوا بي في الرياض أو في جدة أو في جيزان ولي تجارب كثيرة في هذه المناطق ومقدم على هذا لأن في النهاية كلنا نسيج واحد ومجتمع واحد ربما لم يتمكنوا في هذا الشيء أنا شخصيا لدي تجارب هذه التجارب ربما أنا أحتاج لزميل في جدة أو زميل في الرياض أو في الجنوب في أحد المناطق ونحن كذلك متكافلون وهذا الواقع نريد أن نفعل هذا الجانب التكافلي لدى المناطق هذا الجانب إلى حد ما مفعل لكن وش أبرز الجوانب في السعودية أتحدث اللي تشوف أنه نحتاج فيها إلى تفعيل عمل تطوعي جوانب لم يصلها العمل التطوعي بعد مثلا أو وصلها بس بشكل خفيف هو في الحقيقة طبعا هو في أشياء كشفت لنا القدرات جانب من هذه القدرات هو تعزيز منصة التطوع في المملكة وهذه أعطت مجالات كثيرة بمبادرة التسجيل هذا الجانب الجانب الثاني حتى الآن لم تختبر بعض التخصصات للقيام بهذا العمل يعني مثلا وزارة الشؤول الاجتماعية كانت في السابق تقبل ببعض الفرق التي تنمي بعض الأشياء الخاصة بالقدرات أو مثلا ترميم المنازل أو التبرعات نحن الآن نتحدث عن التطوع التطوع فاصل مختلف نهائيا عن مسألة التبرع أو الدعم هذا شيء مختلف نهائيا التطوع شيء والدعم والتبرع شيء آخر جميل أنا أحييك على هذا التوضيح بمعنى أنه يجب أنه نفهم ثقافة التطوع نعم نعم تعزيز ثقافة التطوع لدى المواطن السعودي شيء مهم الاهتمام بمسألة احتياج المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية وتمكين المواطن من ذاته هناك شباب كثيرون في البيوت يحتاجون الفرصة كيف نصل لهؤلاء كيف نصل؟ الوسائل سهلة يسيرة كل وزارة كل جهة لديها احتياجات تطلق هذه الاحتياجات ومن خلال هذا الشيء يقبل المتطوعون المتخصصون في هذا المجال طيب على طاري تعزيز ثقافة التطوع كيف نعززها؟ اعطني خطوات واحد اثنين ثلاثة يمكن أن نبذلها لتعزيز هذه الثقافة اول شيء هناك نواة حقيقية موجودة وربما متميزة للمواطن السعودي أنه مبادر وهذا الشيء يعني معروف وهناك بعض الناس الذين يعانون من مسألة التعزيز نستطيع أن نقبل بمراحل متنوعة سواء في الإعلانات من خلال برامج تواصل الاجتماعي أو من خلال رؤية أشخاص فاعلين في مجتمعاتهم ليكونوا هم الواجهة والصدارة ليجتذبوا هؤلاء الشباب ليحققوا هذا الجانب في النهاية لا يعلم بمشكلات المواطن إلا المواطن نفسه لا يعلم المجتمع بمشكلاته إلا هو في الحقيقة فبالتالي حينما أنا أرفع صوتي باحتياجي أو أسجل موقف باحتياجي ودون اللجوء للجهات المعنية فهذا يعتبر جانب من العباث جميل على المستوى الشخصي أنت وتجاربك مع التطوع وش التجربة اللي تعتقد أنها مختلفة ويجب أن الناس يسمعونها منك اليوم والله يشوف أنا تجربة واحدة من ما خدت ربما يعني تجارب كثيرة لكن يعني حيرتني بالتحديد لكن خلنا نقولك آخر تجربة آخر تجربة ربما هي تفعيل طبعا حنا عندنا معتقد مسألة الأوصاية على المؤمنين ولكن يعني من حق المؤمن أن يذكر فعندي مبادرة اسمها الأقربون أولى هذه المبادرة عبارة عن الأطمئنان على الوالدين الأطمئنان على ذويك وأهلك المقربين وخصوصا الناس الذين حولك يعني الآن مرت تجارب تتعلق بمشاكل الناس الذين يعملون في المؤسسات غير الحكومية وعانوا من مشكلة ساند كيف نقوم ونتساند بيننا وبينهم بشكل مباشر كيف تدعم الأقربين منك فبالتالي هناك مراحل يعني عملتها بشكل رؤية ورسالة وأهداف وطريقة تنفيذ وآلية أطلقتها على المجتمع والحمد لله يعني حتى زملائي في بعض الدول الجوار استعانوا بهذه الفكرة واستفادوا كثيرا ما كان يعلم أن أخوه محتاج لمبلغ من المال أو تسديد قصد أو مثلا مبادرة لشيء يتعلق برمضان أو يعني لكل شيء أثر وهذا الأثر الحمد لله وفقت فيه يعني جميل اليوم دكتور في واحد جالس في بيته شاب ولا إيش ما كان عمره يشعر أنه عنده استعداد عالي من أجل أن يتطوع لكن ماه عارف كيف يبدأ ومن وين يبدأ وإش النصائح بخصوصه علشان يتطوع النصائح في الحقيقة سهلة يسيرة الآن معظم المجتمع السعودي الشاب تحديدا يعني لديه برامج تواصل اجتماعي وفاعل جدا هذه البرامج تواصل اجتماعي سواء سيأخذت نصيحة مني شخصيا من خلال الجوجل يكتب مثلا جمعية العمل الطوعي جمعية العمل الطوعي تسجل الأفراد وتسجل الأفريقا وتسجل المجموعات الذين يرغبون بالتطوع وهناك استبيان يعني ما هو تخصصك كيف طريقة التسجيل ما الأشياء التي تميز بها يعني بعض الآليات الذي يعني يستطيع مثلا حتى تحديد الوقت الذي يقدر عليه كذلك هناك جمعية مسك الخيرية لها جانب في مسألة الأمور الفنية والأمور الاجتماعية ومنص التطوع التي هي يعتبر القفزة الحقيقية التي قامت بها المملكة في تحديد كل الإطارات وتوحيدها في إطار واحد في منصة العمل الطوعي جميل المحطة قبل الأخيرة في حوارنا وبعدين بعلمك ليش قبل الأخيرة رسالتك التي توجهها اليوم للمجتمع بخصوص التطوع الذي جالسين يسمعونك اليوم نعم طبعا كلنا أهل خير والسعودية قدمت للعالم أجمع هذا الخير كلنا راية خضراء ترفرف في الحقيقة ما تقدمه لنفسك تقدمه لوطنك لا تبخل بأي شيء ربما ابتسامة على إنسان تحقق له الحياة ربما مد يد حقيقية تحقق له الحياة لا تستهن بتمكن أنت تستطيع توجيه نصيحة قدم النصيحة لديك خبرة قدم هذه الخبرة لديك فكرة قدم هذه الفكرة أنت إنسان متميز على وجه الأرض لا تستهن بقدراتك جميل أنا أحيي فيك هذه الرسالة وقلت لك قبل الأخيرة ليش الأخيرة عاد بعدا على التطوع أنت بديت بشعر ورح نختمها بشعر وش تسمعنا ولا تعيد بياتك الأولى نعم طبعا إذا تسمح لي أستعين بالجهاز طبعا أستعين بالجهاز وخير يعني نص إذا كان بقدم لأن أنت فاجأتني أنا مش مستعد صحيح لكن يعني أنت غريتنا بديتها بشعر لأن أنت شاعر فبالتالي أكيد أنه أفضل النصوص هي النصوص الوطنية وخصوصا أننا الآن في مرحلة تحقق نذواتنا نحن كمواطنين سعوديين وما تحققه المملكة على مستوى العالم فضل عظيمة يا بلادي يا بلادي كنت فيك أقره عظيمة يا بلادي يا بلادي كنت فيك أقره قراية عابد لله واكتب كيف أجدادي بدو بالموعد اللي يزل عن هم اعتلى صدره ووحدنا البطل عبد العزيز وسجل أمجادي دريت بيومها إني على خفاق يتحره من الأحساء قيد للشموخ بحكمة البادي الحكم لله ثم للي ابتدى بالعز في أمره بسم عبد العزيز أعلم أذننا وهو شادي لواكب يومها وحد شعب ما يوم يتجره تجره وصار متوحد لأنك كنت له فادي لواكب أخضر لي ما حمل غير الأثر وره شهادة حق ترفع للخلايق كل لو رادي همل كل الشعور عادة الذكرى كما ذكره من سعود كتب فيصل كتب خالد بهالحادي أدله من فهد عشته وعبد الله شف القدرة وصل سلمان ويرفرف علم لا زال لك غادي لعينك يا وطن إحنا الحما والدرع والأدرة يدوم بشعبك المسلم ولا فينا قدر عادي بدى بالذات في وقت الذي يعرفك ويقره ولد سلمان محمد في داه الكل والنادي طبيعي يكتبك تاريخ عاد الخير ويذره كما جدك أسد باين وإنت الكل ناس نادي يباني بروحنا نفخر يباني ضدنا الحرة مدام الله أمرنا للعبادة نلزم الجادي أنا عبد الله لبطيان سجلني الزمن أقرأ وسجلت أهلج الأهلي من الأجداد لأحفادي نحبك يا وطن نحبك يا بلادي حب في الظرة وفي السرة قراية عابد لله عظيمة أنت يا بلادي عظيمة أنت يا بلادي صح لسانك دكتور ومترفنا باللقاءة شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك التطوع والشعر يعني خطان متباعدة لكنهما يلتقيان في الذات الشاعرة دائما بعد الفاصل مكملين معك شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر شكرا